ما كرهتش نموت من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق هذا الحديث هو أكثر حاجة كانت مسببة لي الرعب ما بغيتش نكون منافق وفي نفس الوقت أنا ما زال صغير وعندي أحلام كثيرة بغي نحققها بغي نجوج بغي نخدم بغي ندير ولداتي وزيد وزيد دخلت في أزمة نفسية المسلمون يذبحون في البصنة وأنا قادر نعاونهم مريح كل ما وصلت أخبار جديدة عن طريق منشورات أو شرائط فيديو جهادية كل ما زاد الحماس كل ما زادت العزيمة بزاف تمشي غالطين في القضية ديال شنو فعلا أنت أكثر على الإنسان بش يمشي الجهاد أكيد كينا ظروف ملائمة أكيد كينا عامل السن ولكن فيما يخص البروباغندا الجهادية طب ديالها هم الأنشيد الأنشيد الجهادية دايرين بحل المخدرات كنا تسمعو لهم بالساعات كل يوم تتحس وكأنك هزمك حلم عخوتك في أرض المعركة كنا تنحفظوهم وكانوا في الحقيقة الحقيقة اللي ما يقدر تمس لم يعترف بها كانوا أحب لينا من سماع القرآن من تيجي أبو حمزة من لبوصنة كنا تنوصلوا للذروة ديال تأنيب الضمير هالباب مفتوح لنصرة إخواننا ولكن أنا منافق يمكن لا منافق نيت وش ما عنديش ثقة في الله وش ما زالت نشك أول مرة تلاقيت أبو حمزة كنت راجعة من الدوش المخبع ديال الحي الجامعي دخلت سلمت على الإخوة بصوت عالي قالوا لي أنها در غير بشوية الأخ أبو حمزة نعس شقول الأخ أبو حمزة؟ ما تعرفوش؟ لا حكيت لك عليه هو اللي يروح للبوصنة يمد المساعدة للإخوة هو اللي تنجمعوا لي الحويج والمكلة واه ما شاء الله أبو حمزة كنتي نعس في ديك البلاسة في آي بي بش يرتاح من تعب الطريق أنا كمسؤول في الجامع واللي تخدم مع أخونا المصري بحل مرماطون دي ما مقدميني تنمشي معاه في البيكوب ديالو لأي بلاسة بغي يقضي فيها شي شغل ما خلينا التقنت قدرتنا تتعرف عليه وعلى شخصيته مزيان إنسان بسيط بزاف تفكيره ومؤمن صادق جول الكلامه داير على حلم تأسيس دولة الخلافة ما عمروش بد معايا الموضوع ديال علشان ما ناويش نمشي نجاهد ولكن كنتي عاود تهوة على الكرامات والأمور العجيبة اللي ستوقع على المجاهدين تدير الدعوح السيمسي واحد الراس كنتي يقول لي يا صافيا صاحبي هانت تتعاون في السيد تاذره جيهد ركخ الدم على المجاهدين بطريقة غير مباشرة واحد الراس آخر تيقول لي يا بارك من الكذب على النفس هذا ما جيهد مواله الناس صادقين راهوا متموا وقفين في الثغور ماش يتضربوا الشوكولات في ألمانيا كنت نحاول ندير التوازن وللقى تخريجه مع الله بالدعوة مع الألمان كنت نخرجه على الأقل مرة في الشهر للشارع التجاري الرئيسي في المدينة تنحطو خيمتنو ونبدو نوزعو المناشر الإسلامية ونبيعو الكتوبة المترجمين كانت تجريبة زوينة في ديك الوقت لأنها تتحسك بنوع من التفوق على الألماني وخبلتكم وعندكم تقدم والازدهار ولكن احنا عندنا الحق والله اللي خالقكم وخالق كل شي راه معانا حناية بحكم أنني تنعرف أن هضرب الألمانية حسن من الأغلبية للناشطين الدعويين تم كانوا تكلفونين نشرح للألمان الإسلام التدليس في أبهى تجلياته تنعطو للألماني أجمل صور على الدين وتنبرر بالكذب للأسف أي حاجة يشوفها الآخر أنها لا أخلاقية أي هضرع للجهاد مثلا تنحولها الجهاد النفس وأن الحرب المقدسة مصطلح مسيحي ما عندوش علاقة بالإسلام وتنبدو نبكي وبدو موع التماسيح تنفكروهم بالحروب الصاليبية ومعاناة المسلمين دابة في البصنة عامرة فغاوية بالرقمة تقشع مع أمرين ننسى واحد المرة مشينا لمدينة في غرب ألمانيا اسميها دورتموند تلاقي نسمى الإخوة فيما يسمى بالريباط مشي بالشكل الصحيح ديال الريباط في الثغور كنا غير تنجمعوا في دار تتكون دروس وحلقات ذكر وقيام واحد الفلسطيني در لنا درس على التحديات التي يواجه المسلم في ألمانيا قال لي نخصكم تستغلوا الفرصة الإسلام موضة موضة دابة في ألمانيا الألمان عندهم اهتمام يعرفوا أكثر عليه في واحد الثانية ديال العقلانية قال لي يا عقلي شنو هتتخر بيق كيفاش موضة والله لي مسيطر على كل شي في نوعه للأسف في ذاك الوقت أي شارارة صغيرة ديال العقل كنت تنخوي على برميل ديال الماء الميتافيزيقي وتتموت ليلة من بعد كنت تطاوي ركابية مع الخوط تنسبح وتنستغفر الله معهم وصلت لدرجة جديدة ديال الإيمان حسيت بالله كين معايا بالصح وقيلها أول درجة الإحساناتي درت عنده واحد الأخ على اليمن قلت ليه وكنت تنقصد كل كلمة قلتها ما كرهت شنو موت في هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة